رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار ندوة نظمتها كنيسة القديس بولوس الرسول في جبيهة احتفاء بمئوية الدولة الأردنية وفي كلمة الافتتاح قالت الوزيرة النجار إن مئة عام من عمر الدولة كانت ضوءاً ساطعاً في ليل التاريخ ليغضو الأردن وأردن البناء والريادة والإبداع لا نسمح لقيم غريبة لمسيحية من نوع لا أعرفها وأن لا نسمح إلا بأن نكون وحدة واحدة بجانب ووراء قيادة هاشمية واعية صامدة في هذا الوقت على كافة المستويات مؤمنة تماماً بشعبها مؤمنة بأنها هي صوت للإبداع والابتكار والتجديد والتعددية في المستقبل بالرغم من كل التحديات نقع في قلب الصراع المنطقة الإقليمية بكل تجلياته ولكن نحن قضايانا الأولية الإنسان في الأردن الإنسان في فلسطين المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المبادئ الأساسية لم تتخلى عنها المملكة الإردنية الهاشمية ونحن في مؤسساتنا لن نتخلى عن خدمة الإنسان عن خدمة مشاريعنا المستقبلية وهي مشاريع فكرية استعادة العقل وفي كلمته قال النائب البطرياركي للاتين في الأردن المونسنيور جمال خضر لقد زرعنا في مدارسنا القيمة الإنسانية بالعدل والكرامة وعاشها رعاية الكنيسة فعلا في حب الوطن تحت ظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة قيم الاحترام احترام حياة الإنسان كرامة الإنسان قيم السلام والعدل والمحبة قيم احترام الآخر وقيم التعايش زرعت المدارس المسيحية هذه القيم الدينية الإنسانية وزرعت القيم الوطنية أيضا من حب وانتماء لهذا الوطن ولقيادته قيم وطنية دينية إنسانية مع أن المدارس هي العبء الأكبر على الكنائس من ناحية مادية ولكن الإصرار على الاستمرار في التعليم هو يدل على أهمية هذا المجال وأجيال كثيرة تخرجت من مدارسنا تفخر أنها درست في مدارسنا كما هي فخورة بانتمائها للوطن وللمجتمع وقال الأب سامر مدانات إن احتفاليتنا اليوم في كنيسة القديس بولوس هو دليل على إيماننا المطلق بأننا نعيش في ظل مجتمع أردني قوي موحد تحت مظلة الهاشميين وقال العين جميل النمري يحق لنا كمسيحي الأردن أن نفخر ونعتز بأنه ليس لدينا أزمة هوية فرعية كما هو الشأن بالنسبة لشعوب بلدان أخرى أعتقد أن المجتمع الأردني متعلم وسوف يقبل على هذه العملية التحديثية الإيجابية التي تفيد كل فئة المجتمع وتقود إلى تحديث بنى الدولة وأعتقد بالنسبة للمسيحيين الذين كانوا دائما نشطاء في الحياة العامة وفي العمل العام سيكونوا جزء من هذه العملية أنا شخصيا إن شاء الله جزء منها وإن شاء الله أنه بنلتقي في هذا المكان العامر المقدس ثم قرأ الشاعر مهند دبابنة أبياتا شعرية من قصائد وطنية تلاها وصلة وطنية قدمها الفنان سائد حدان